السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شنونكم شخص باركم طيبين اليوم جايب لكم فلق جديد وما اجيب لكم من الجديد معلومات عن الحيوانات وأنتم اللي طالبين الشيدة باذكر لكم معلومات اللبوات والأسود والفهود والنمو كيف تدخل عليها كيف تتعامل معها كيف اكلها اشياء كيدة عامة عن الحيوانات وان شاء الله اني يفيدكم ولا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات وتعطوني اللايك وبحط لكم كود سنابي هنا واتمنى الكل يضيفني على سنابشات وشوف يومياتي وان شاء الله اني اقدم لكم يوميات جميلة ومعلومات جميلة على الحيوانات المفترسة بشكل عام خلوكم معنا جيناكم هنا معانا شكيرة طبعا اللبوات ابيعطيكم وصفات اللبوات ومتى تدخلون لها ومتى ما تدخلون لها طبعا في حالات تكون فيها اللبوة مزاجها تعبان ما هي رايب ما هي امروقة يعني لاحد ولا الطبع عندها يعني فيه توتر هنا ما تدخل لها طبعا الحالات هذي عند الاذن تكون راجعة على ورا كده الذهر يقد يحزي كده هنا اللبوة يمكن تهجب يعني يصير فيها هجوم مو لعب هنا تكون متوترة طبعا مو اي شخص يدخل على اللبوات ولا على سود ولا على نمور لازم يكون فاهم طبعا الحيوان أريدكم ان الاذن تكون راجعة على ورا الذهر فيه توتر يعني تلقون يتحرك شوفو الحين ابو اتر هنا شوفو الذهر شوفو الذهر الواحد ما يستهتر فيها ولا انه يشوف هالشي هذا عادي وطبيعي عند الاذان حنا وطرناها عشان نوريكم باسي طبعا بالذيل هنا والاذان الحين هي زعلت لا تلقبك هالحين لو يروح عند الباب بتهجم عليه روح روح امش كانك بتطلع شوفو كيف بتهجم الهين لا شوفتوه اخذت وضعية الاستعداد الهجوم عليه لا انحطتها براسة تهجم هي اخذت وضعية الاستعداد ارجع مرة ثانية لا تنظره عاد كنا كنت شايف تركيز كله عليه هنا التركيز كله عليه حينمروا من قدامها كذا وتعال هنا شوف انا ما قالك لي شي هو انا ما سكر ما عليك شوفون انا ما سكر التركيز كله كان عليه لانو اترها هادي مرة خطيرة وما فيها مزح ولا تحديات ولا اي شي خلص وضع اللب وتعبان نفسيتها تعبانا تبعد عنها نهائيا لين تروق انا يا صاحبها اذا شفت نفسيتها تعبانا ما انزح معها ولا لعب معها ولا قرب لها اخليها على وضعها لين تروق لي لين مزاجها يقول لي اوكي خلاص تعال طبعا النمر النمر غدارة النمر يبين لك بشكل لو هي بتوداء انه مرة تيوتو مرة شكل حلو بس ما لأماني هاي مرة واللبوة ما لها أماني الاسعد طبعا هاي بس ما يحب الاستفزاز ما يحب ان احد يهوش لك كذا ويبعد عنه يتنرفز مرة تقفل معا فاحتمال انك تتفاجأ من هجوم طبعا اذا تعرفتوا الهجوم وتابعون تفكون عمركم انا بوريكم الحين كيف بدون فرد لان انت ما تقدر تقوى عضل لبوة ولا اسد ولا نمر العضل عنده مرة قوية يعني عشر رجال ما يقدرون عشر رجال ما يقدرون على لبوة ولا اسد ولا نمر لان فيه العضل قوي ويقدر على عشر رجال عشرين رجال ما عنده مشكلة يقدر لهم كلهم طبعا افضل طريقة انك تسبب الحاسة السمع عندها شوشرة او بارتباع صوت او شوفوا هي الحيب تحاول تلعب معاي انا بحطيها بحطيها شيء خارشة بيه عيب طبعا بالصوت في اكثركم يقول انت ما غير تقول عيب عيب صوتي راح اي صح انا صوتي راح بس انا مسيطر على اللبوة يعني مسيطر عليها حتى وهي زعلانة انا ما اتحدى بس انا اعرف كيف اتصرف معاها واعرف وش اللي يبعدها يعني وقت الخطر بس شوفوا هنا خلص تستأسلم صوت الازعاج مع عيب تهجل شوفوا عيب خلص تاخذ وضعيت الميت عيب شوفون عيب خلص وضعيت الميت عيب 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 تاخذ وضعيت الميت واستسلام من رأب هذه وضعيتها هذا اذا صار لكم موقف وتبت فك عمرك ما تنحاش شوفوا انا بنحاش بترك الوراي ترجع على غريزتها هذا شي غريزة فيها بس شكرا فافضل حاجة انك عيب عيب افضل حاجة انك تسبب لها شوشرة وترضع صوتك بالصوت طبعا تسبب ضجة هنا تقدر تبع اما باصايا حديدة سلاح يتوتر ويظل باقي هاجم على حيب شوفوها يعني تسمع الكلام بالكلام تأديم هذه افضل طريقة وبالنسبة للاكل طبعا الاسد يأكل اكثر من اللبوة انا بالنسبة لي اعطيها ست دجاجات يعني معبيها بخليها على قولتهم مكرشة في ناس لا تلقون اعظام رجول لها وكتوفها طالعة من هنا مرة نازلة هذول عمريكا بيعطونها اربعة او ثلاثة والاسد يأكل الى 12 دجاجة من ثمانية ونجح للشيتة الشيتة حيوان مرة مزاجي هادي مرة ما يحب اليهانة يحب يجلس بالمجالس داخل للمربين مو لحديقة الحيوان او بغابة لا نسول في كتربية ما يحب انك يعني تخليه بالتراب او بالحر طبعا لازمة تكيف ولازمة عناية يزعل الضرب ذا يخرب طبعا يصير يكخ يقلب شراني ولا مرة هو قطوة يعني نفس القطوة وهذه مرة ما يأكل كثير يأكل ثلاث دجاجات او دجاجتين بعضهم يطون مدة الحامل ثلاثة شهور عند النمور والاسود والشيتة اول انتاج لها يجي انتاج واحد بعدها تبدأ من ناحية اللبوات والاسود والنمور تبدأ من اثنين ثلاثة اربعة الشيتة نفس الحكاية واحد هو اثنين بعدها تبدأ ستة الى تسعة الى خمسة اربعة حسب طبعا الشيتة ما انتجت عندنا بالسعودية نهائيا ولا عند اي مخلوق عندنا هنا بالسعودية ما انتجت نهائي كل المربين حاولوا وهي اولها اجواء الغابة وذا بس سبحان الله ما انتجت عندنا النمور والاسود لا انتجت وشغالة بالانتاج ما شاء الله كأنها بغابة النمور غدارة مهما تهتم ومهما ذا ما لها امام ترجع تنط اللبوات شوفوا الحين مره حنونة على صاحبها طبعا الانسان الغريب ما تأمن له شيء وتجلس كيلا ما غير تناظر فيه والطالع فيه واي حركة له تهجم عليه طبعا مو انها شرانية هي تحاول تلعب او تستكشفها الشخص اللي دخل عليها بس مره حنونة ومره يعني مدري عشان اني اربيها انا وزي كذا بس هنا انا وجهي من قوت اللحسة اللي تلحسين تمسح لي الجلد والاسد يجي مره هادي اللبوة شيطانة فيها لقافة شوي يعني عندها لعب شوي ثقيل دمه ثقيل الاسد لا هو ثقيل دم ما غير جالس وضار بثقو يعني ما يمزح معاك وزي كي اوقات الاكل طبعا ايه ناس تعطي ثلاث وجبات ناس تعطي وجبتين انا اعطيها وجبتين صباح ومساء يعني على المغرب وعلى الساعة ستة الصبح في بعضها ما يخلي على جوع يطرع عليها لا هي لازم تكون يعني أنها جوعانة ما تكون شبعانة عشان انت تقدر تتحكم فيها تتحكم فيها شنا يعني تتحكم فيها يعني لازم تكون جوعانة عشان هي تتمصلح معك عشان الاكل لازم تعلم الحيوان أنك أنت اللي مسيطر عليه طبعا ما يتسيطر عليه الا عن طريق الاكل nano اذا تبيت تعلم Sean شئ او tenga que viaje هكذا ذي say لا حرام أن الاحد يعني يحرم الحيوان او تلقى هيكل عقمي عندي انا ما شاء الله عندي طبعا اذا صارت قليلة ادب انا اقل المو الادب اقل الوجبة عندي الله عاد تفهم تبدأ تمصوح معاي وتحضن بيني تدري اني قصرت عليها يوم مستر شنب كان تمثيل بس مستر شنب بمثل برياكشينات مرة قوية يعني يركض كيفه قدامه وانا والحين شوفوا كيف العب معها تبدأ تلعب معها فلعب شو شو ثقيل شوي فهو خاف فرجعت على غريزتها فشي طبيعي وقصرت عليها في الاكل وادبتها بس كان الوضع تمثيل يعني مو صدق منه جمهة هذا مزح اعلقو لكم وهو بيان لها الخوف وبدأ يحابي كده فلازم ان اقولكم شي ضروري انك تسبب لها شوشرة ركزوا عليها بطلع صوت شينكو شوفوا ركزوا عليها الحين اعرضوا لي بتقلوا وتتوزين كده شوفوا ما المسها ولا ضربة لان اذا ضربت ضربت اخر شيء بتهجم عليك حقين السلك والحيوانات انا شوف انهم غضب انه بالضرب واكثرهم بتقلب عليهم بتقلب عليهم وتفترسهم لان خلص تصير ما تبالي للضرب يعني الضرب عنده عادي يعني شوشو شو 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 قوي شوشو شاطر يا جماعة الخير في ناس كثير يقولون نبي ربي نبي نشتري حيوانات وتخليه عندك بقفص ولا يلعب ولا يطلع ولا شيء شوفوا كيف ها شو شوفوا 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 يا جبيني يا جبيني يا جبيني يا جبيني يطلعون ومو هي شخص انه يشتري حيوان مفترس ويخليه عنده في بيت طبعا البيت ما ينفعله مرة هذه كانت عندي يوم كان عمرها سبع عشر يوم او اثنين وعشرين يوم يعني كانت ترضى خليتها الى شهرين بعدها ما تقدر عندي لأن نفس الطفل هي تبدأ اسمانها تحكها وتبيع الضابة حق الاطفال اللي قدون يعفضون فيها الاطفال نفس الوضع فتبدأ تقطع الدنيا مرة خليتها في الملحق وطلعت انا واخوي رجعت لقيت الدنيا كلها خربانة كل شيء فصعب انك تربيه لازم مكان ولازم عناية ولازم اهتمام تقول بكرة بتكبر وتاكله ابد بالعافية عليها انا لا نستحيل تسوي الشيء ذا واتمنى ان نعجبكم المقطع ولا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات ولايك ويومياتي بحط لكم كود سنابي تعالوا شوفوا يومياتي حبوا غرامنا وياهم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة